الحمد لله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمن أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات عبر قناتنا الحبيبة قناة العزة قناة الثورة قناة النصر بإذن الله قناة رابعة ما زلنا بنتحدث في موضوع الديمقراطية والشورى أنا اتكلمت كتير دي الدكتوراه بتاعتي أنا واخد الدكتوراه في ربانية الشورى ووضعية الديمقراطية ويا ما اتكلمت والتسجيلات موجودة الحمد لله لما قلت لكم أن الديمقراطية كفر لأن الأسس والقواعد بتاعتها ضد الإسلام نحن عندنا في الشريعة الإسلامية نقول الحكم على الشيء فرع من تصوره الحكم على الشيء فرع من تصوره ايه الديمقراطية ديمو كراتس يعني حكم الشعب ودي نشأت في العصور الوسطى أنا قلت كلام ده كله بس هرجع بسرعة يعني عشان تبقى مرتبط معين في الحلقة دي لأن الحلقة دي أهم الأسس بين الديمقراطية والشورى الفروق يعني ونشأت الديمقراطية في العصور الوسطى لما الكنيسة فجرت وطغت وتجبرت القصاوسة وتدخلوا في حياة الناس باسم الدين وباسم يسوع فقامت الثورة الفرنسية في العصور الوسطى وقالوا يلا يعني اشنقوا آخر أمير بأمعاء آخر قصيس لا عايزين أمراء ولا عايزين قصاوسة احنا هنحكم نفسنا بنفسنا فكانت الديمقراطس حكم الشعب للشعب بالشعب قلنا في الإسلام حكم الله للشعب بالشعب واتكلمت عن الأسس اللي قمت عليها الديمقراطية هي عشرة كلها كفر مش هاشرح بقى بس هقول بسرعة فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة وده كفر لأنه زي ما قلنا الإسلام منهج حياة اتنين حرية الاعتقاد لا عندنا في حد الردة تلاتة حرية التعبير يعني يرسم ربنا يرسم الرسول يشتم زي ما هو عايز ما حدش يكلمه ده حرية التعبير لا عندنا المغالاف كده أو اللي يقلس أو يسخر في الدين يبقى كافر ولا عايز وانا قلت الكلام ده كله مش هقول قديلة تاني عشان بس ناخد جديد في الحلقة دي يعني الحرية الشخصية المطلقة لا عندنا مقيدة في الإسلام السيادة للشعب في الديمقراطية الحكم لله والسيادة لله في الإسلام المرجعية للشعب عند الاختلاف ده في الديمقراطية لا المرجعية إلى الله عز وجل قد القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف حرية تشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية في الديمقراطية إن شاء الله حزب العراء حزب من يعمل عمل قوم لوط لا 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 عندنا في الإسلام في ضوابط لكده الأكثرية المطلقة هي اللي رأيها لا إحنا عندنا الشرع يقول إيه التسعة المساواة بين الأبرار والفجار لا عندنا في الشرع أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون صورة القلم عشرة المالك الحقيقي للمال هو الشعب في الديمقراطية أما في الشورى فالمال ماله الله تبارك وتعالى وقلت إن الشورى جيالنا من برة فالمسل بيقول ما يجيش من الغرب يصر القلب يبقى قبل ما أخذ حاجة جيالي من برة لازم أشوف مفهومها إيه عندهم علشان لما أجي استخدمها ما يقولوش الله طب ما هو الإسلام هو وبأنا كده أسأت الديني وأسأت الإسلامي وضربت مثل لما قلت كلمة جي بالانجليزي معناها فرحة صرور بهجة لكن دلوقتي جي معناها إيه هناك عندهم معناها والعياذ بالله من يعملون عمل قوم لوط ما أنتو ما الراجل فراجل والعياذ بالله بقى أنا النهاردة لما أجي أقول كلمة جي يقول لا أنا شفت الدكشنري القموس بيقول لا لا استنى مفهومها إيه هناك لأنك يوم ما أنت حتقولها يوم ما واحد يقولك أنا جاي والعياذ بالله يقولوا تعالي تعالي أنت إيه؟ أنت الله مالعندوك في الإسلام شفت؟ شفت؟ آه مصيبة كبيرة زي ما تيجيش تستخدم كلمة هوملس على واحد تقول آفلاندا هوملس هوملس آه صح مالوش مكان ومالوش بيت وكده بس معناها عندهم هناك المتشرد المتشرد فخلي بالك من الكلمة ولذلك قلت الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يقول يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ما تقولوش راعنا ليه؟ لأنه هم كانوا يقولوا المشركون والمنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا أرعن فكانوا بيجتموا النبي صلى الله عليه وسلم فلما تيجي أنت النهاردة تقول راعنا يا رسول الله إيه؟ يعني أنت بتجتمه لك لم أصلش والله خلاص ما تقولهاش لأن الكلمة دي معناها اجتيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تقول انظرنا يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يبقى نخبنا من الألفاظ فلما نيجي النهاردة نقولك الإسلام والديمقراطي نحن ندعو إلى الديمقراطي احنا عايزين الديمقراطي ايه الديمقراطي اعايز الديمقراطية بالعاشرة دول الكفر لا 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 ما أصلش اما لا ما أصلش بتقول ليه لا أنا أصد يعني الحرية لما أنت عندك في الشورى يا أخوي لا زي ما أنا قلت هسيب بيتي والتلاجة اللي فيها اللحمة والفراخ والاستكوزة والجنبري والأكل الجميل وروح أدور في الزبالة على واحد راميس اندويتشي كان منه حتة وانسايف حتة ليه كده لما ملاقيش عندي في الإسلام شيء وشفت بره موجود وكويس الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس به لكن أنا عندي الشورى يباليها روح أدور في اللي بيسموها الديمقراطية فخلي بالك لأن كتير للأسف يا ما إخوانا وحتى فخامة الرئيس برضو الله يفك حبسه كان يقعد يستخدم الكلمة دي كتير ولا بد من مراعاة الديمقراطية وإحنا نريد الديمقراطية لدرجة شيخ محترم وماشى الله ربنا يا ربي عفيه وقف في تونس وحاطت إيده في إيده واحد يقول لك نموت ونموت في سبيل الديمقراطية يا ستير يا رب يا مولانا تموت تموت في سبيل الديمقراطية بالعشر قصص الكفر دول يقول لك لا إحنا ما نصدش طبعا إنت ما تنصدش ما تقولهاش أنا أقصد يبقى مدام تقصد قولي الصح قولي الشورى يبقى عندنا الشورى وزي ما قلت أن أنت النهاردة لما تيجي تقول لا أنا هاخد الديمقراطية وحنظفها وطلع منها الحاجات اللي ضد الإسلام واستخدمها أقول لك لو ما كانش عندك في الإسلام زيها يبقى أعمل كده لكن عندي الشورى يبقى سيب الشورى ليه واروح أنظف اللي في الديمقراطية اتنين لو نظفت اللي في الديمقراطية مش هتبقى ديمقراطية هرجع أفكرك بالمثل اللي قلته لما نقول للزوجتي الله مثلا يبارك في عمره وسعيدها يا رب واجزيها عني وعن ضيوفي وعن الإسلام وأبنائي خيرا أقول لها اعمليني يا امراتي ربنا يبارك فيك اعمليني الماكارونا بشاملة عايزين ناكن النهاردة صنية ماكارونا بشاملة جميل ايه بقى مكونات البشاملة الماكارونا الدقيق السمنة اللحمة المفرومة نيجي نقول لمراتي اعمل لنا ماكارونا بشاملة وما تحطيش فيها لا دقيق ولا سمنة ولا ماكارونا ولا لحمة مفرومة اهه وما تبقى ماكارونا بشاملة ايه دي ايه دي بالزبط كده لما تيجي انت تقول للناس طب احنا خلاص هنعمل الديمقراطية اهه بس ما فيش حاجة اسمها حرية الاعتقاد ما تبقاش دموقع طب ما فيش حاجة اسمها حرية التعبير يلا يا ما مش دموقع طب ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش ما ينفعش يبقى لازم ناخد بالنا من الامور دي ان انت بتقول شيء له خصائصه شلت منه الخصائص يبقى ما ينفعش يبقى ما ينفعش محمول المحمول ده خصائصه ايه ان انا حط عليه النمر ان انا اكلم به الناس طب انا هعمل محمول ما تعرفش تتكلم بي ولا تحط فيه نمر طب محمول ايه ده بقى يبقى مش تليفون محمول ده لا عشان كده بنقول خلي بالك من الامر ده ان احنا ما نقولش انه عنده نقول حننظف اوشها اخطر نقطة بقى خلي بالك اللي بيتهمونا بيها المجرمون الكفرة فين بتوع الدموقراطية دلوقت وانا حقول الكلام ده في اخر الحلقة فين الدموقراطية بتوع الدموقراطية يا كدبين يا كفرة الحرية التعبير حرية نعتك حرية 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 ده انا بعمل كده باخد 11 سنة ده شباب بيعملوا كده اخدوا 17 سنة سجن اللي يعمل كده بس مجرم وكنت فالحين تقللوا ادابكم يا سفلة على فخامة الرئيس مرسي وتسموه بقى الرئيس الترطور لا اله الا الله والله ما في شيء وصفو بيه الا ربنا ابتلاهم بيه والله سبحانك يا رب كل شيء عابوا عليه وساخنوا منه ربنا سبحانه وتعالى سخر منهم النهاردة وفضحهم على رؤوس الاشهاد كلهم اخطر نقطة بقى اللي هي ايه يجي بعض الناس يقولك يعني انت الوقت مش عايز الديموقراطية وبتحارب الديموقراطية وبتقول الديموقراطية كفر زي ما انت بتقول اه يبقى انتوا عايزين الديكتاتورية ما هي ما ديموقراطية هي ما ديكتاتورية لا يا حبيبه هو مين اللي قالك يا دي يا دي اه لا انا بحب الجزار عشان بحب اللحمة بحب اللحمة وبحب باكل اللحمة بس ما بحبش الخنزير ومش حاكل الخنزير اللي انه حرام هل معنى ان انا مش باكل خنزير ان انا بكره اللحمة ها انا بكره الخنزير ومش حاكل خنزير اه يبقى انت بتكره اللحمة بقى مش عايز لا انا بحب اللحمة وحب باكل اللحمة لكن الخنزير ده لا ما باكلوش لانه حرام ما باكلش خنزير لكن باكل اللحمة ها انا ما بحبش الديموقراطية باكره الديموقراطية لان الديموقراطية كفر يبقى انا بحب الديكتاتورية لا بحب الشورى لاني عندي في الشورى كل اللي موجود في الديمقراطية ولكن بالضوابط الشرعية وعلى اسس اسلامية وانا يوم بعملها باخد الاجر والثواب طيب ايه الفرق بقى بين الديمقراطية والشورى اللي بقولك طيب ايه الفرق بينهم واذا كنت بتقول انت عندك الشورى فيها ان ناس ترشح واحد والناس تنتخبه والانتخابات وصناديق الانتخابات طيب ايه انت هو طيب ايه الديمقراطية كده لا الديمقراطية مختلفة عن الشورى في الاته نمر واحد الشورى ربانية من الله والديمقراطية من البشر يعني ممكن في لحظة ينقلب عليها ينقلب عليها زي ما عملوا دلوقت هو مصر دلوقت فين العلمالين اللي كانوا موجودين والليبراليين والحداثيين طلعوا كلهم كذبين ومنافقين وكفرة كانوا كفرة من قبل انهم مؤمنين بالديمقراطية بالعشر قصص اللي فيهم الكفر ده فين هم دلوقتي مش الفخامة الرئيس مرسي رئيس منتخب شرعا بالصناديق اه شو لتولي طب مش مجلس الشعب انتخب والناس انتخبته قالوا ده التلت فيه بايز بس طيب بقى التلت بس تصلحوه له بالمرة خد التلتين معاك فوق البيعة يا دي الديمقراطية طب مجلس الشورى اللي عملناه ليه يتشال طب الدستور اللي 64% من الشعب استفتي عليه بتشلول ايه على ظهر دبابة يا كدبين يا خونا يا منافقون يا كفر فين انتو كله ساخت زي الجزمة دلوقت كله طبع البيادة يقدر حد يقول لا وريني بقى فين بقى الديمقراطية اللي كنت بتدفع عنها عشان كده قلتلك الشورى دي ربانية يوم واحد يقلب على الشورى قلول لا انت قلبت على الشر لا لان الشورى دي من الله مش منك مش انت بتمنى علي تقول احنا دلوقتي في العصور والوسطى خلاص وسبناك كلام ده وعملنا شيء جديد اسمه الديمقراطية لا والحمد لله خلي بالكم كثير من الاخوة والأخوات بيغلط في الحتة دي لما تيجي تقول مثلا يعني اعملك شيء يقولك لا جزاك الله خيرا لا جزاك الله خيرا لا لا ما تعمل لي الشاك وجزاك الله خيرا حرف الواو يعني ما تيجي مثلا تقول واحد اخبرك ايه مثلا او صحتك ايه او تماما وانوان كنت تتعبان والله والله لا شفاك الله لا شفاك الله هو ميقصد سيناء هو يقصد لا على التعب اللي انت بتقول عليه وشفاك الله اسأل الله ان يشفيك يبقى نخلي بالنا من حتة لا وجزاك الله خيرا لا واكرمك الله لا وشفاك الله عشان ما نخبطش في الكلام ارجع بقى الموضوع ان لما ييجي واحد يقول احنا عندنا الديمقراطية ولدي بتاعتك انت انا عندي الشورى من الله عز وجل والشورى دي زي ما قلنا ربانية ام الديمقراطية اما الديمقراطية فها وضعية الفرق التاني ان الشورى اصلية اصلية انما الديمقراطية دي مكتسبة مكتسبة دي اصلية ما احنا اصوليون فاكر زمان كانوا يسمونا ايه زمان كانت الكلمة مضبوطة علينا بالانجليزي فانتامانتاليست اللي كانت مرحبا فانتامانتاليزم ان احنا الاصوليون نعم احنا اصوليون بنتابع الاصول وبعدين استخسروها فينا فقالوا علينا الرابيون تروريزم حزونا الله نعمل وكيد فاحنا عندنا الاصول احنا مقصالين الباسيك الفونديشنز بتاعتنا كلها موجودة الحمد لله الاصول والقواعد فالحمد لله ان الشورى اصيلة اما الديمقراطية فهي مكتسبة تلاتة الشورى شعيرة من شعائر الاسلام شعيرة من شعائر الاسلام ذكرت مرتين في القرآن وعندنا صورة اسمها صورة الشورى واحدة موجودة وامرهم شورى بينهم صورة الشورى وشاورهم في الام صورة الى عمران وعلى فكرة بلمانسة الشورى ملزمة مش معلمة البعض كان بيقول لا ده هي معلمة بس لا الشورى ملزمة ومش وقت ان انا اناقش بالتفصيل الحتة دي لكن الديمقراطية تعتبر نظام بشري البشر حطوا لهم حاجة يمشوا عليها نتيجة الضغوط اللي كانت موجودة عليهم في العصور الوسطى من الكنيسة فكفروا بالكنيسة وكفروا بربنا وكفروا بالدين من اللي عملته الكنيسة واللي كانوا عاملين لهم السقوك الغفران كانوا بيبعولهم الجنة تخين خمسة في الشورى السيادة لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم يبقى في الشورى عندنا السيادة ما نقولش السيادة للشعب لا كلمة غلط ما فيش حاسمها السيادة للشعب السيادة لله تبارك وتعالى وبناخد من القرآن وبناخد من السنة لكن في الديمقراطية السيادة للشعب الشعب هو اللي يقول اللي يقوله الشعب خلاص مهما كان مدام هم وفقوا عليه بانتهى يعني نقم ستة الفرق بين الشورى والديمقراطية ده هو النقطة مهمة جدا جدا خلي بالك الشورى فيما لا نص فيه فيما لا نص فيه الشورى في حاجة مش لا ينهى لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا عايزينها يقول نعمل عليها شورى ده رأيكم رأيكم يا أهل الشورى ايه لأن دي مش موجودة لا في القرآن ولا في السنة الحاجة اللي احنا عايزين نعملها دي يبقى نعمل عليها ايه شورى لكن فيه نص من قرآن من أحاديث ما فيش حاسماها شورى يعني ما يجيش مثلا نعمل ايه عايزين نعمل شورى كده في الصلاة الصلاة خمس صلوات عايزينهم والله تلاتة بلاش خمسة يا بتاع اللي ما فيه يرفع ايده هلا شورى ايه ده ايه الهبل ده لا ما ينفعش لأن الخمس صلوات فيهم نص ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليلي وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وفي خمس صلوات فما ينفعش تعمل فيهم شورى ما ينفعش تعمل شورى هل المرأة تلبس حجاب ولا لا ما ينفعش لان فيه نص في صورة النور وصورة الاحزاب وصورة الاحراف فما ينفعش تعمل فيها شور لان ده ايه فيه نص اما ما ليس فيه نص نعمل شور زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسود بدري مجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية لما نزل في منطقة بدري تبعد 153 كيلو عن المدينة المنورة ومنطقة بدري دي حفرها واحد عربي اسمه بدري وفيها الآبار دي فنعمل ايه رأيكم ها قال الحباب بن المنزل يا رسول الله ارأيت هذا المنزل ان كان عن امر امرت ارأيت هذا المنزل اهذا منزل انزلكه الله بص يعني فيه نص ليس لنا ان نتقدم او نتأخر عنه ام هي الحرب والرأي والمشورة ها فيه نص يا رسول الله قالك تنزل هنا قال لا افرد قال له اه فيه نص بس خلاص فيه الشورة خلاص لا مفيش نص لا يبقى ايه نشوف الشورة بقى اعرى بقى ان احنا مش دا المكان يا رسول الله المفروض ان احنا عليه الصلاة والسلام نغور الآبار نردم الآبار تجاه العدو ونبقي على بئر وحيدة ونقيم عليها حوضا فنشرب ولا يشربون قال اشرت بالرأي يبقى هنا الشورة في ما لا نص فيه لكن لو فيه نص من قرآن ولا بحديث ما فيش حاجة اسمها شورة طبعا الديمقراطية ما فيش حاجة اسمها نص ولا قرآن دا كفر مش مؤمن لا بيلاو ولا بيلاو الاخ لا 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 الرأي والسيادة للشعب اللي الشعب عايزه هو اللي يعمله في اي شيء ان شاء الله حتى الراجل اللي تجوز راجل ما عندهمش مشكلة يعني اهل الشورة هم اهل الحل والعقد في الاسلام بالنسبة للامور ايه الامور الدينية الامور العقائدية الامور التعبدية ازاي احنا عندنا حاجة اسمها اهل الحل والعقد مين دول اللي هم هيئة كبار العلماء ازاي يعني يعني حنيجي نقول فين العلماء اللي موجودين العلماء مش العوالم مش بتوع تربات تتيه وهشك هشك بتوع الفساوى عمم على رمم ورقوس على تيوس ودقون عرة لا 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 دول مش علماء دول عوالم بتوع تربات تتيه انما العلماء بحق اه فين هم اهم اه اختاروا من بينكم هيئة كبار العلماء يوم يختاروا من بينهم هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء دي اللي بيرجع اليها ازاي عايزين نعمل حاجة اه استنوا قبل ما نقول ولا مجلس الشعب يقرها اقول لا مش زي بقى الديمقراطية موافقة اجماع خلاص لا استنى قبل الموافقة وقبل الاجماع يا اهل الحل والعقد الحاجة دي حلال ولا حرام صح ولا غلط نعمل ولا ما نعملش يقول لك حلال حلال بس خلاص نعمل فيها شورة بقى مدام حلال رأيكم ايه ها يلا طيب في حاجة تخص الزراعة نعمل شورة من للعلماء الاول يقولون بتوع الزراعة يا بتوع الزراعة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انتوا اهل ذكر في الزراعة فتقولوا نعمل كذا 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 قررتم يا اهل الذكر في الزراعة اه يا علماءنا يا اهل الحل والعقد الحاجة اللي قرروها دول حلال ولا حرام تصطدم بالشرع ولا معاه اه ما تصطدمش تنفزوها او تعملوا فيها شورة في مجلس الشعب او اللي وافئ المهم يبقى اهل الحل والعقد دول اللي بيجيزوا الامور يقول لك حلال ولا هما بقى المجرمون بقى الكفرة الكارهين للدين يقول لك شوف عايزين يقلبوها دولة دولة ثيوقراطية ثيوقراطية الحكم فيها لرجال الدين ولن نسمح استنى استنى ان الحكم الا لله لله الله اللي يقول حلال ولا حرام شرع لكم ان الحكم الا لا سورة يوسف شرع لكم من الدين ما وص به نوحا سورة الشورى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها سورة الجثية والايات كتير وقلتها اكتر من مرة يبقى الحكم لله تبارك وتعالى مش تقولي ثيوقراطي لا لكن نشوف الاول الحاجة دي حلال ولا حرام اه اجمل بقى فرق بين المعارضة والديمقراطية هو اللي جاي ده اللي هو ايه لا يوجد اه اكبر فرق بين الشورى والديمقراطية في اللي جاي دي اللي هي ايه لا يوجد في الشورى معارضة ايه فيش معارضة يبقى في استئثار بالرأ يبقى في احتكار استنى استنى بلاش هبل مانا بقولك مش عايزين بس كلا لا بالراحة كده نفهم بالراحة يعني ايه ما فيش معارضة عندنا في الاسلام في الشورى في الاسلام هنعمل شورى على الموضوع ده هم الاكثرية قالت ايه قالت اه يبقى اه ويتنفذ ال اه وكلنا نشترك في تنفيذ اللي قالوا عليه الاكثرية الله بس انا كنت معترض كنت لكن لما الاكثرية تقر لابد ان تكون مع الاكثرية مفيش في الاسلام حاجة اسمها معارضة انا مش لاعب انا عادي اتفرج عليكم واصخر منكم واتوقع لكم الهزيمة مفيش كده في الاسلام خلينا اضرب لك مثلا عملي شوية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد يوم السبت خمساشر شوال سنة تلاتة هجرية عمل شورى الصبح يوم الجمعة رأيكم ايه نفضل في المدينة المنورة هنا وقوريش جاية بتلات تلاف ونقاتل بقى حرب شوارع ولا نطلع لهم على جبل احد جبل احد يا بعد على مدينة اربعة كيلو هو من الشرق للغرب ستة كيلو من الصخر الجرانيت ها الشباب لا يا رسول الله ما نعودش في المدينة يقولوا علينا جوبنا لا نطلع نقابلهم ونشوف هنمل معهم ايه طيب والرسول صلى الله عليه وسلم الرأي التاني والله انا رأي ان احنا نقعد هنا في المدينة ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده وحي رسول الله لا انا مش وحي لا خلاص بقى شورى شورى رأيكم ايه الشباب لا نطلع نطلع ايه اكلوا نطلع 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 الاكثارية ايه الاكثارية ان شاء الله بواحد نطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى لا انا قاعد هنا انا معارضة اطلعوا انتو انا ما كوش عايز اطلع ومدام انتو الولد وطلعوا انتو لا مش عاسمها معارضة هنا الرأي ان احنا نطلع كلنا نطلع وكلنا ننفذ الرأي ده هاي دي الشورى لا الديمقراطية لا فين بقى اللي قاله لا اواماش عارف موافقين احنا احنا معارضة يعني ايه معارضة اعنا ما نشاركش احنا بصيصلك بقى ويبنى ان ننتقدك ونقلس عليك ونصخر منك ونهزأك ونتمنى فشلك ليه كده احنا معارضة لا ما فيش دي في الاسلام بقى ما فيش دي في الاسلام الاكثرية قالت حاجة كلنا نلتزم به وننفذها لان دي مصلحتنا احنا اخر حاجة الفرق بين الشورى والديمقراطية ان الشورى تلائم بين الفرض والمجتمع اما الديمقراطية ما فيش حاجة اسمها فرضة هنا ولا تزف الفقر والمساكين اللي معه فلوس فين؟ يا الله رأس المال نتاجر في السيارات السيارات الفارهة طب والناس مش لا يتاكن لانوا مالوا مالهم مش 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 شغلتي دي ها اه علشان كده الشورى تراعي دي بقى في ملاءمة وملاءمة بين الفرض وبين اه المجتمع اخر نقطة بقول قد تتشابه الديمقراطية مع الشورى في بعض الاشياء ان مثلا عندنا ترشيح في الشورى وفي هناك ترشيح في الديمقراطية ان احنا بنقول حكم الاكثرية هنا الاكثرية والديمقراطية فيها الاكثرية بس خلي بالك المنطلق مختلف يعني قد تتشابه الديمقراطية مع الشورى في بعض الاشياء لكن الانت منطلق الاساس اللي في الشورى رباني بنرجو بيه الله والحمد لله الاسلام هو لكن في الديمقراطية لا فمش معنى ان احنا يعني مش معنى مثلا مثلا ان بعض الراهبات لابسة حجاب واخواتنا لابسين حجاب ايب دول زي دول لا دول غير دول خالص مع ان الشكل قد يبقوا يبقى واحد في الحجاب لكن ده منطلق مش اسلامي وده منطلق اسلامي رباني وهكذا النقطة دي اخر حاجة عشان اختم الحلقة يبتوع الديمقراطية يا كدبين يا منافقين يا كفرة فين الديمقراطية بتاعتكو الروهاني كده الديمقراطية بتاعتكو في في اللواط والسحاق وقلت الادب والسفالة والعرد حريع لكن لما الناس تختار لا مفيش اين الديمقراطية بتاعتكم في حماس اللي فلسطين انتخبت السلطة بتاعتها اخوانا في حماس فين الديمقراطية بتاعتكم اين الديمقراطية عند طالبان اين الديمقراطية في العراق أين الديمقراطية في الجزائر لما الناس اختارت الإسلام أين الديمقراطية في الصومال بالعكس أمريكا بلد الديمقراطية اللي بتقولك ديمقراطية اللي مسك الشعلة بتاعتها دي في أمريكا أول بلد كانوا بتأيد حسن حمارك مأيداه هو يعرف أنه هو أول ديكتاتورز وأكبر ديكتاتور في الشرق الأوسط وكانوا مأيدين وكانوا مأيدين معمر القزافة بيتعاملوا معه ومأيدين شين الهالكين في تونس يبقى فين الديمقراطية بتاعته لكي نتعرف أنهم كلهم كدابين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون بما يقولون نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته